لماذا يعتبر فتح مظلة داخل المنزل نذير شؤمن أو جالبا للحظ السيء في اعتقاد الناس؟ إذا كان تركك لمظلتك مفتوحة داخل المنزل أو في زاوية من زاوية مكتبك من أجل أن تجف من ماء المطر أمر يتركك غير مرتاح قليلا فأنت على الأرجح لست وحدك في هذا الأمر عندما يتعلق الأمر بالأمور التي تجلب على أصحابها الحظ السيء في نظر الكثير من الثقافات والحضارات حول العالم فإن القائمة تشمل على فتح المظلات داخل المنازل إلى جانب المرايا المكسورة والقطط سوداء اللوم على الرغم من أن أصول هذه الخرافات ليست معروفة بشكل دقيق فإنه توجد هناك عدة نظريات تفسر الطريقة والزمن التي بدأت فيه هذه الخرافات في الظهور من بين هذه النظريات والتفاسير نظرية تقترح أن هذا المعتقد السخيف بدأ في الظهور حوالي 1200 قبل الميلاد عندما كان الكهنة وأفراد الطبق الملكية في مصر القديمة يستخدمون المظلات المصنوعة من ريش الطاووس وورق البردي لحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة وفقا لموقع Reader's Digest فإن هذه الخرافة قد تكون بثقة عن معتقد يقول بأن فتح المظلة في الداخل بعيد عن أشعة الشمس إنما هو أمر سيسبب غضب إله الشمس رعى مما سيسفر عنه نتائج سلبية فتضمن نظرية أخرى إلها مصريا قديما وهو نوت إلهة السماء مثل ما ورد في موقع هوفستافوركس تمت صناعة هذه المظلات الأولى من أجل محاكاة وتشريف الطريقة التي تحمي بها هذه إلهة الأرض لكن كان ظلها يعتبر مقدسا أو تفتح في مكان لا شمس فيه مما يجعلها بدون ظلال كان أمرا غير مستحب كما أنها في حالة ما تم استخدامها من شخص غير نبيل فإنه يصبح نذير شؤم يسير على قدمين أما اليوم فإن السبب الذي يمنعنا من فتح المظلات في الداخل يرتبط بتفادي وقوع الإصابات أكثر من ارتباطه بالخوف من بعض الآلهة حصدت المظلات الحديثة شعبيتها خلال العصر الفكتوري مع اختراع سامويل فوكس للمظلة ذات الشكل الذي نعرفه اليوم بهيكل هذا الأضلاع الحديدية والتي تضمنت كذلك آلية تجعلها تنفتح بسرعة وتتوسع بشكل فجائي وهو ما فيه نوع من خطورة كتب شارلز باناتي في كتابه أصول باناتي المذهلة للأمور اليومية كتب أنه قد تتسبب مظل المحكمة الإغلاق عند فتحها بشكل مفاجئ في غرفة صغيرة في وقوع إصابات خطيرة على البالغ والصغير أو قد تتسبب في تكسير الأشياء الهشة ومنه ظهرت هذه الخرافة من أجل منع الناس من فتح المظلات في الداخل على إثر ما سبق يمكننا القول أن فتح المظلة في الداخل ليس أمر مخيف ومريع في أي من الحديث لأنه سيغضب الآلهة أو ما شابه بل لأن التعرض للوخز في العين لن يكون مجلبا لنظل الحظ السيء فقط بل هو كفيل بجعل يومك بأكمله سيء ترجمة نانسي قنقر